ليلة القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أنا نفسي كنت بسميها ليلة الجائزة ليلة القدر دي يا أخوانا باب كبير من أبواب رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا البداية بتاع ليلة القدر دي دليل على رحمة سيدنا النبي وإرضاء ربنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه سألت نفسك سؤال ليه ليلة القدر ليه خير من ألف شغر أنا أقول لك سيدنا صلى الله عليه وسلم من خلال علمه بأحوال الأمم السابقة وأعمارهم تخيل كده أن الواحد زمان كان عمره ممكن يوصل ألف سنة وألف سنة ده مش الزيادة يعني ده ده المتوسط لحنا لفناها ممكن تلاقي واحد عنده ألفين وألفين وخمسمائة سنة عادي في بداية الأعمار كانت الأعمار دي عادي جدا إحنا أمتنا تلاقي الواحد مننا عنده ستين سبعين تمانين اللي يفلت من التمانين ده كده خد تصريح خلاص يعني منتظر الأجل أعمارنا قليلة أعمار الأمة قليلة فسيدنا نفسها صلى الله عليه وسلم لما عرف كده وعرف أن أعمار أمته تتراوح ما بين الستين والثمانين أو السبعين فيعني قال لي ربنا سبحانه وتعالى أمتي أنت متخيل مثلا لما يكون عندك طالب سنوية عامة جايب مجموع تسعى وتسعين ونصف في المية ده اختياراته متعددة عايز يخش التطبي يخش عايز يخش خدمة اجتماعية براحته المهم أنه معان مجموع اللي يمشيه واحد تاني جايب 58% ده عارف أن يدوبك مجموعه والدين عنده كبر الجامعة ويرجع تاني فما عندهش اختيارات فإحنا يوم القيامة لما نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى أبو 80 سنة ده مع اللي عنده 1000 سنة ده ايه ده ده ما يكملش 58% ده ممكن يكمل ايه يعني يجيب واحد على 100% حاجة كده ما فيش مقارنة فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي قال يا ربي أمتي وربنا سبحانه وتعالى قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولازم تبقى عارف أن حصل حوار قبل كده من سيدنا النبي ورب العزة سبحانه وتعالى في الموضوع ده لما ربنا سبحانه وتعالى قال له يا حبيبي يا محمد اوقلوا أمر أمتك إليك ايه رأيك أخلي أفوض أمر أمتك إليك فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا رب طبعا حضرك أعب تسمع وعمل تقول ليه سيدنا النبي موفقش كان زمننا كلنا اترحمنا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آه سيدنا النبي رحمل كل شيء لكن الله هو رب الرحمة فمن أدب سيدنا النبي مع رب العزة قال لا يا رب فربنا سبحانه وتعالى لقاء أدب نبيه معه قال له يا محمد سنرضيك في أمتك ولا نسوءك واخذ بالك سيدنا نبيك الحريص علينا قديه في مرة تانية سيدنا صلى الله عليه وسلم جلس يبكي قعد صلى الله عليه وسلم لوحده يبكي تخيل كده أن أنا لو غبت مرة مثلا عن البرنامج وحضراتكم افتقدتوا البرنامج أقصى حاجة ممكن تعملها إيه ترفعوا تليفون تسألوا هو الشيخ إسلام فين مجاش ليه طيب ممكن راكب تليفون يطمن عليه ده أقصى طموح اتصال من حضراتكم لكن سيدنا النبي لا سيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى يحرك له كتائب الملائكة يطمنوا عليه فأنزل ربنا سيدنا جبريل إلى رسول الله وربنا عارف طبعا ماذا يبكي رسول الله فقال له يا محمد إن الله يقول لك ما يبكيك فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل من لأمتي من بعد يا أخي يا جبريل يعني لما أنتقل أنا مين هيدعي لأمتي مين هيوجهها من لأمتي من بعد يا أخي يا جبريل فسيدنا جبريل ما كانش عنده علم ما عندهش إجابة فصعد إلى السماء وقال لرب العزة إنه يقول من لأمتي من بعد فقال ربنا لسيدنا جبريل انزل إلى محمد وقل له يا محمد إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك أما يرضيك أن يكون ثلثي أهل الجنة من أمتك تلتين أهل الجنة شوفوا على الأمم السابقة اللي سباقتنا آه نعم إحنا جايين في الآخر بس الأخير رب كريم عشان ما عادش يقول لك إيه إحنا جينا في الآخر لا إحنا معنا سيدنا النبي